اشتركوا في القناة القمر ما زال في السرطان في منزلة النثرة وهي جيدة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح تنتقل أو بنتقل القمر لمنزلة الطرفة وهي للمضرة والمشاكل وطبعا حكينا ان القمر لما بكون موجود في السرطان نشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بقلب صور تذكارية من البومات او في البومات يجب الانتباه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه في الفترة هاي بنشعر بحافز اكبر لالتهام الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتنا بتكون في اوجهة ووسعنا شراء عقار وزراعة نبتي ما مثلا او شجيرة والانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع معهم في البيت طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية فلكية راح تكون زاوية تزديس ايجابية بين القمر واورانوس راح تكون في تمام الساعة 11 و35 دقيقة بعد منتصف الليل يعني بعد الحلقة هاي بعد منتصف الليلة هاي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية الفلكية الاخرى اللي راح تتشكل وهي صباحا هي زاوية اقتران عادة زاوية الاقتران بتكون ايجابية ولكن هاي المرة سلبية نظرا لسلبية القمر لانه منتحس وعطارد بيتراجع فهو منتحس فهي الزاوية تلقائيا بتصير منتحسة او بتصير سلبية راح تكون هاي الزاوية في تمام الساعة 8 ودقيقة واحدة صباحا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع اما بالنسبة لاخلو المسار القادم بما ان القمر موجود في السرطان خلو المسار القادم بيكون يوم 23 ستة يعني يوم غد راح يكون في تمام الساعة 27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و33 دقيقة عصرا لا ينتهي بعدها القمر او يثبت في برج الاسد عمر القمر القمر الهلال الجديد عمره يوم في تمام الساعة 3 و21 دقيقة فجرا بصير عمره يومين نسبة الاضاءة بتصير ثلاثة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان لغاية 22 سبعة مزاجه منتحس بسبب الكسوف القمر في السرطان حتى 23 ستة برضو مزاجه منتحس عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم 12 سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25 ستة يعني ضايله اكم يوم وبنهي عملية التراجع ولكن قلنا انه بستمر تأثيره السلبي ثلاث ايام بعديها فمزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 سبعة بعدين بده يرجع للجدي مرة اخرى مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت بيتراجع تسعة وعشرين احداش مزاجه منتحس بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تنهمكو في امور الها صلة بالبيت والعائلة ما تحاول فرض وجهة نظركم على احد افراد العائلة في هذا اليوم بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم حاذر التصرف العدائي ما تخالف القوانين والارشادات ممكن تعاني من الارهاق النفسي وممكن تسمع عتاب او لوم بسبب اهمالك او كلامك الجارح اما بالنسبة للبيتر اول فالنفسية اليوم متقلبة مش ثابتة فعشان هيك بتشعر ببعض الامور اللي فيها نوع من انواع الاضطراب النفسي او عدم الاستقرار النفسي صحيح انه ممكن يكون يعني فيه اشياء لها علاقة بالاعباء اي او الاحمال عليك او عدم المبالاة فبتمشي اليوم بشكل روتيني كامل اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى الامور المالية فممكن تحصل بعض الامور المالية اليوم او يكون لك بعض النشاطات المالية ممكن يجيك تحصيل المال من عمل اضافي او مستردات مالية او هبات او هدايا او نوع من انواع الدعم او اموال اليك انت تستردها اما بالنسبة للبيت الثالث فعلى مستوى الحوارات والنقاشات اليوم تكثر عندك الاتصالات بشكل كبير ولكن بالمقابل ممكن انك تستاء من بعض الاتصالات وممكن تعصب او تحتد ممكن يعني يكون النقاش في مواضيع معينة مش مجدي او يخيب املك فعشان هيك يعني شوي بدك تكون مركز بشكل كبير اليوم وما تحاول انك انت تربط حالك في اشياء يتكون ضروري ومهمة جدا انك يتنفذها اليوم الا اذا كنت مستعد بشكل كبير اهم شي على الطرقات يعني حاول انك ما تستعجل او تغامر اثناء القيادة ممكن يكون لك اهتمام ببعض الامور اللي الها القابل هواتف او بالسيارات اما ايجابي او سلبي اما بالنسبة للبيت الرابع فهو كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني شوي الامور ضاغطة فممكن اليوم يكون فيه سوء تفاهم او حدية بالطباع ما بينك وبين يعني الحبيب او ما بينك وبين احد الابناء فحاول انك تمسك حالك وما تعصب وما تنفعل بشكل كبير اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض القطوات الجيدة اللي تدعي من مركزك العملي وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالشؤون الصحية او الادوية اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الاجواء ضاغطة برضو على مستوى بيت الشراكة فعشان هيك ممكن اليوم اما انك تتوتر او تحتد بسبب تصرف الشريك او سوء تفاهم ما بينكم خصوصا ما بين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن والبيت التاسع فهم روتينيات يعني البيت الثامن على مستوى الاموال المشتركة او الاموال اللي ما بتعود لك روتيني بتتعامل فيها على طبيعتك وبالنسبة لأمور البيت التاسع اللي الها علاقة في الاتصالات والمواصلات والاوراق القانونية او المعاملات او مستوى الدراسي والامتحانات برضو روتيني يعني اللي عندهم امتحانات بدهم يعتمدوا على جهدهم ما يعتمدوا على الحظ اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة بتدعم من مكانتكم ممكن انها شوي تعمل نوع من انواع الايجابية بينك وبين علاقاتك او تستغل بعض العلاقات لدعمك وممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية بمساعدة زميل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فشوي يعني رح تكثر بعض الاتصالات عندك او الحوارات او الاهتمام ببعض الاصدقاء ولكن بالمقابل ممكن تسمع خبر او تستاء من تصرف صديق يعني ممكن يستفزك او يستغيبك او يكشف سر لا اليك او يحاول انه يتطفل ويدخل في شؤون حياتك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة وبتدعمك فعشان هيك بتقدر تنجز اعمالك بشكل جيد وبرضو بالمقابل بيكون لك بعض الاهتمامات او خلي بعض الاهتمامات لا امور الراحة او مراقبة الغذاء ممكن اليوم تدخل المطبخ او تحاول انك انت تصنع طعام للك وبالمقابل ممكن برضو انه يكون لك بعض الاهتمامات بصحة احد الاحبة او احد المعارف برج الثور بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات خصوصا القصيرة بين المدن كونوا اكثر وعي وصبر على الطرقات يوم مناسب لا اجتياز امتحان عبر عن رأيك ولكن بهدوء وبدون اثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة ما بتهدأ وتيرتك خلال هذا اليوم من الحركة والنشاط والاتصالات برضو اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء جيدة اليوم انت مدعوم بطاقة كبيرة عندك حيوية عالية برضو عندك رغبة للتواصل مع المجتمع بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالية ممكن تظهر بعض المصاريف او المتاعب المالية او القلق من مسألة مالية معينة او نقاشات الها علاقة بالشؤون المالية اهم اشي انك تركز بشكل جيد وبالمقابل تهتم بقلة المصاريف يعني حاول انك تقنن مصاريفك ما تكثر من المصاريف خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع يعني ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الضغط على البيت او قلق بشأن مسألة معينة او خلاف ما بينك وبين احد افراد العائلة او الانشغال فكريا على مسألة بتتعلق باحد افراد العائلة اما بالنسبة للأعمال وواجباتك المنزلية فراح تقوم فيها بشكل روتيني اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الامور جيدة وبتدعمك فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل العاطفية او الامور اللي بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الحبيب او الاهتمام بمسألة لها علاقة في احد الابناء وممكن اليوم تسمع خبره جيد او يعني يكون في فرحة تتعلق في احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه ضاغطة بسبب يعني الحركة والنشاط فممكن اليوم انت تهتم باكثر من عمل مع بعض عشان هيك منقول لك ركز بشكل جيد اعمل المهم فالمهم فالمهم حاول انك انت ما تشغل حالك باكثر من عمل على اساس انه ما يتراكم عندك العمل او تخطئ في انجاز بعض الاعمال وبرضو بدك يتراكم بوضعك الصحي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات الحوارات وخصوصا مع الشريك شريك المال وشريك العاطفة فممكن اليوم تنسجموا في بعض المسائل او تتقاربوا في بعض المسائل ولكن ممكن برضو تحتدوا في نقاش بعض المسائل يعني نقاشك ما رح يكون سلمي بالكامل فممكن في لحظات يكون في نوع من انواع التوترات حتى لو ترافقت او اتصلت او اعملت زيارة معينة فبدك تحذر من هاي النقاط اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا ضاغطة على مستوى الاموال المشتركة فممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي الها علاقة في بنك او مؤسسة مالية او امور الها علاقة في ضريبة او تأمين او امور الها علاقة باوراق ميراث يعني او ممكن انك تحاول انك تمشي بموضوع العلاقة بالقروض ولكن انه ما بحن حسم خلال هذا اليوم ممكن يومين ثلاثة بعدين يجيك نتيجة مرضية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء روتينية على مستوى البيت التاسع رغم انه بعطيك بعض الاجابية لكثرة الاتصالات اه خارج البلاد مع اشخاص خارج البلاد او التفكير في امور الها علاقة بالسفر لبعيد او اوراق قانونية او معاملات سفر مثلا او اهتمام في بعض المسائل اللي الها علاقة يعني بالامتحانات او السسات التعليمية اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فحاول انك تركز بشكل جيد ما تعمل اي خلاف ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل ما تخالف القوانين ما تدخل باشياء مشبوهة وفي نفس اللحظة بدك تركز انه انت تداوم في موعدك ما تتأخر اما بالنسبة لبيتك احد عاش فانا شايف الاجواء الروتينية ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ممكن يكون لك بعض النشاطات اللي الها علاقة بلقاء اصدقاء او زيارات او دعوة لحضور حفلة او مناسبة ولكن مش بالقوة الكبيرة او ما رح تكون تشمل جميع موليد الثور اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني يعني بتنجز اعمالك بتهتم بصحتك بشكل روتيني على حسب طبيعتك برج الجوزاء تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له او ممكن يحصل على هدية اهم اشي انك تخففه من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض او ممكن انك تحصل على تسوية اللي بتحلم فيها بالفترة الماضية بتفتح امامك ابواب الحوار والنقاش البناء اهم اشي انك بتبرر مواقفك بوضوح من اي سوء تفاهم اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء جيدة بتدعمك على المستوى النفسي بشكل كبير فممكن اليوم انت يكون عندك ثقة عالية بنفسك اهم اشي انك برضو ما تسمح لأي سلبي انها تأثر على مزاجك اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الاجواء يعني مثل ما ذكرناها في بداية التوقع اما بالنسبة للبيت الثالث الاجواء يعني بتحملك بعض الشؤون اللي الها علاقة او الاهتمامات بالاتصالات او التواصل مع اشخاص او النقاشات او الحوارات يعني الاجواء تقريبا بتدعمك ولكن اهم اشي انك ما تتهور اثناء قيادة السيارة وتنتبه بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع الاجواء على مستوى البيت صارت اكثر انسجام اليوم ايام ايجابية بالنسبة للك بتدعم من علاقتك مع مستوى العائلة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات العائلية او مشتريات او ترتيبات او اهتمامات بالمنزل بشكل كبير او تقارب ما بينك وبين افراد العائلة ولكن في ساعات الصباح بدك تنتبه من سوء تفاهم او عصبية او حدية بسبب ما اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا انت عواطفك الفترة هاي بتبلش ترتفع بشكل متصاعد فعشان هيك بيكون لك بعض الرغبات او بعض الاهتمامات يعني انك تعيش فترة فيها نوع من انواع الرغبات بالانبساط بالخروجة بالاهتمام بالاحبة بتقارب ما بينك وبين احد الابناء يعني هاي الاجواء تقريبا جيدة وفي منكو ممكن يكون له يعني بعض الاهتمامات بحب جديد او محاولة دخول مرحلة جديدة في علاقة غرمية اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا منقدر نحيي انها معني جيدة ما بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمام ببعض الملفات او توقيع اوراق او محاولة انجاز بعض المعاملات او بعض المهام بالنسبة للوضع الصحي اليوم افضل اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف على مستوى الشراكة شوي ممكن تحتد او تعصب من تصرف الشريك او تستاء من يعني تقصيره او حواره او طريقة كلامه حاول انك انت ما تضخم الامور وتكبرها خلال هذا اليوم وحاول تنجز الاشياء يعني او تعمل اللي عليك بغاية تحسين الجو اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة برضو بتحملك بعض الفرص او الاهتمامات اللي الها علاقة في بنك او مؤسسة مالية او ضريبة تأمين او توقيع عقود او امور الها علاقة بالميراث مثلا او باموال للك انت بتحاول انك تطالب فيها او تسترد بعض الحقوق اللي اليك يعني لتغطي بعض الفواتير اما بالنسبة للبيت التاسع يعني بيحملك بعض الاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد يعني بعطيك بعض الاهتمامات ممكن نقاشات حوارات او الاهتمام بمواضيع نقاشية زي الفلسفة والدين والاشياء هاي او امور الها علاقة بالتكنولوجيا اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة وعلى مستوى بيت العلاقات فاليوم انت ممكن يكون لك بعض التحالفات مع علاقاتك وممكن يكون بعض التقارب ما بينك وبين بعض العلاقات وممكن يكون انجاز بعض الاعمال يعني بالمساعدة زميل او معرفة يدعمك في مسألة معينة او ممكن يكون فيه تواصل جيد ما بينك وبين رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها يعني مش روتينية بالكامل يعني ممكن فيه ساعات المساء يكون فيه لمة او جمعة او اهتمامات بمناسبة معينة او تلتقي بصديق او تتلقى من صديق يعني اتصال من صديق يفرحك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا بتدعمك بشكل منيح وممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي الها علاقة بالصحة او بالتغذي او بمراقبة الوزن او اشياء من هذا القبيل برج السرطان انتم مشعونون بالنشاط والحيوية وقدرين عندكم القدرة على انجاز الكثير من مشاغلكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والاجواء واعدة بحسم ايجابي او انطلاقة لعمل معين او صفحة جديدة يعني بتحمل الفترة هاي تقدم واخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتك اليومية يعني تعتبر هاي الفترة من الفترات الافضل خلال هذا الشهر اهم اشي انه انت تمنع حالك من التوتر وتسيطر على توترك وعلى انفعالاتك اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي تقريبا يعني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية ولكن انه رح تتعامل بشكل روتيني ممكن يكون فيه عليك بعض المتطلبات المالية او المصريف او الحاجة لبعض المال او ممكن يكون عليك ديون او اوراق مالية شوي تكون قلق منها خلال هاي الفترة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة يعني شيئا ما على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات يعني عندك سرعة بديهة عالية ممكن تساعدك في نقاشاتك ممكن تكثر عندك التناقلات او يكون لك بعض الاهتمامات اللي لها علاقة بسيارة او لها علاقة بهاتف اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها يعني بتحمل لك بعض الفرص الجيدة على مستوى البيت او التقارب المنزلي او النقاشات او الحوارات المنزلية بتكون بشكل ايجابي ممكن شوي يعني الاشياء تكون ايجابية وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم اذا تقاربت مع افراد العائلة بشكل مناسب تحمل هاي الايام نوع من انواع الانبساط او اشي لو علاقة في البيت ممكن يفرحك وممكن يكون في نقاشات عائلية ولكن اهم اشي انك انت ما تشتغل بطريقة سلبية لاثارة المشاكل اكثر واكثر حاول انك تهدي الاجواء اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا متوتر او عندك توتر او قلق من مسألة معينة او يعني نوع من انواع التردد او الاكتئاب او يعني شغلات مثل هذا القبيل ولكن مع ساعات الظهر تقريبا متبلش تختفي هاي الامور وترجع بتشحن حالك بطاقة ايجابية اكبر ممكن تحمل لك هاي الفترة بعض القلق على احد الاحبة او الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا جيدة تدعمك على مستوى العمل فممكن يعني يكون لك بعض الانجازات او الاهتمامات اللي الها علاقة بالعمل او مقابلة مثلا امتحان عمل جديد فرصة جديدة كلها هاي جائزة وبرضو بالمقابل في لك بعض الاهتمامات الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف برضو بيت الشراكي جيد بيدعمك وبيعمل نوع من انواع التقارب وممكن تتلاقى انت والشريك على مسألة معينة او يكون يحمل مصالحة ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن فالامور الاموال المشتركة ممكن تهتم ببعض الديون او الاوراق او الوثائق المالية اللي بحاجة لاهتمامك او مطالبة ببعض المخصصاتك او اموالك من من اشخاص بتكون مدينهم او بتحاول انك تغلق ملف مالي اما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع جيد بيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوار مع اشخاص خارج البلاد او تقارب ما بينك وبينهم اهم شي انك انت تعرف ايش اللي انت بدك اياه ممكن تهتم بشخص خارج البلاد او موضوعه بتحاول تتواصل معه وممكن تهتم بنقاش او النقاشات في امور فلسفية او دينية او الها علاقة بيعني ما تدخل بالنقاشات العقيمة اهم اشي في منكو رح يكون له بعض الاهتمامات في الشؤون التعليمية زي امتحانات او مناقشات اهم الشهدولا يحاولوا انهم ما يعتمدوا على الحظ ويدرسوا ويجهزوا حالهم بشكل جيد على اساس ما يتفاجأوا اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء برضو فيها نوع من انواع الضغط فعشان هيك منقولك حاول انك ما تخالف القوانين ما تدخل باشياء مشبوهة ما تجازف بسمعتك برضو يعني في نفس اللحظة ما تتأخر عن دوامك وما تدخل بعين نقاشات حدي بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل خلي في نوع من انواع التقارب لانجاز بعض المهام بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء فهو ميات جيد يعني ممكن يحمل لك لقاءات او تقارب ما بينك وبين الاصدقاء خلال هذا اليوم او ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او ممكن اه عزومي على غدا او على افطار او على عشاء يعني اشياء مثل هيك يعني المهم في تلاقي وممكن يكون لك بعض الاهتمامات للتقارب ما بينك وبين صديق اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء بدأت يعني بالتحسن شوي على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك ممكن انه تهتم بانجاز بعض الاعمال او ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية او الغذائية خلال هذا اليوم برج الاسد طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لاخر يوم بكرة ان شاء الله يعني مع ساعات الظهر او العصر هيكي بانتقل القمر لعندكم تشعروا بحيوية لكن هذا اليوم متعب حاولوا قدر الامكان انه تمشوا بشكل روتيني بسيطر عليكم التعب لليوم الثاني انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر او الفشل او المرض خلال هاي الفترة ممكن تفشل اعمالك في يعني في حصد بعض النجاحات ويخيب املك عشان هيك حاول اه يعني انك انت تأقلم حالك مع الوضع بشكل جيد وتكون مهيئ لهاي الامور وما تنفعل وما تزعل يعني القمر مجرد ما وصل لعندك بشحنك بطاقة ممكن انك تعوض كل هاي التراكمات اللي بتصير معك في الايام هاي اما بالنسبة للبيت الاول فبما انه بيت المتاعب ضاغط معناته بيتك الاول بدي يكون ضاغط فعشان هيك نفسيتك اليوم متأرجحة او متقلبة بتحمل لك بعض التوترات او بعض الانفعالات او ممكن تكون عصبي او حد المزاج او شوي هيك مضغوط اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء يعني بيكون لك بعض الاهتمامات المالية اما تحصيل على مال او دعم معين او ممكن انك تحصل بعض الاموال اللي بتيجي من عمل اضافي او هبات او مساعدات او نوع من انواع اللي استحقاقات اللي اليك انت بتستردها خلال هذا اليوم ولكن بالمقابل ذك تدير بالك من المصاريف او كثرة المصاريف لانه الوضع مش مناسب للك اما بالنسبة الى البيت الثالث فالاجواء يعني تقريبا على مستوى التنقلات ممكن تنشط ببعض الاتصالات او الحوارات اليوم او تهتم بالخروج والتنقل بسيارة من مكان لاخر ولكن بالمقابل بدك تنتبه انه ما تتهور اثناء القيادة وبدك تركز بشكل جيد وحاول انك تضبط عصبيتك ما تحاول انك انت يعني تعصب او تستفز بسهولة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي انها ايجابية بتقارب بينك وبين افراد العائلة بشكل جيد صحيح انه في بعض الاشخاص ممكن بعض الاشخاص مش كل الاسد ممكن يكون لهم بعض الخلافات العائلية او النفور او محاولة فرض السلطة داخل البيت هدولا شوي راح تكون الامور مش لصالحهم يعني يحاول يتنازل شوي لحد ديت ما ينتهي من فترة ضغطها هاي الكبيرة اللي بتأثر عليكو بشكل سلبي ممكن بعض كل قسم الاخر من موليد برج الاسد ممكن تحمل لهم فرحة او تقارب ما بينه بين افراد العائلة او ممكن يكون له اهتمامات منزلية زي تصليح وترتيب او انشغالات منزلية اما بالنسبة للبيت الخامس على الاجواء العاطفية تقريبا نقدر نحكي انها روتينية يعني ما فيه اي شي لايجابي ولا سلبي ممكن في ساعات الصباح يتسمع خبر بتعلق في احد الاحبة يزعجك او يوترك وممكن يكون نوع من انواع الخلاف ما بينك وبين احد الابناء اهم اشي انك ما تخلي الضغط يأثر عليك بشكل سلبي فتهمل بالاحبة اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية اهم اشي انك انت ما تنفعل وما تهمل اعمالك اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة تقريبا الاجواء نقدر نحكي انها نسبيا يعني فيها نوع من انواع الاستقرار الا انه يعني ما زالت بقايا خلاف او بقايا اضطراب ما بينكم في العلاقة ممكن يظل مستمر هذا اليوم الحديث ما يوصل القمر لعندك بصير الاجواء ايجابية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء الروتينية على مستوى الاموال المشتركة فما فيها لا ايجابي ولا سلبي فبتتعامل على مستوى الاموال المشتركة بطبيعتك ممكن تقوم ببعض الامور المالية خلال هذا اليوم اهم اشي انك ما تخالف القوانين وما تتلاعب للحصول على بعض الاموال اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا يعني ضاغطة ممكن يكون لك بعض الاتصالات مع اشخاص خارج البلاد كواجب مثلا او تفقد ولكن بالاغلب بتكون الاعمال روتينية او اتصالاتك روتينية او اهتماماتك روتينية كثير اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة يعني ممكن تدافع عن سمعتك اليوم او تحافظ عليها وبرضو ممكن تهتم ببعض الاعمال او بعض الاشخاص لمساعدتك في مسائل معينة او ممكن يعني يكون فيه نوع من انواع التواصل الجيد ما بينك وبين زميلك او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء برضو جيدة ممكن تعمل نوع من انواع التقارب او انجاز بعض المهام او اه نعني يكون فيه اه دعوة لحضور حفلة مناسبة اجتماع لقاء اه ما بينك وبين بعض الاصدقاء فالاجواء بتدعمك بشكل جيد اما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء مؤمنكم ممكن شارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد احدهم بناسبك العمل مع مجموعة من الزملاء او الاهل انت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح التفاهم الاخرين لا اليك وتحصل او تحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل اما بالنسبة للبيت الأول فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها ايجابية اليوم نفسيتك احسن بما انه القمر موجود في برج حليف لايلك ما تسمح لاحد انه يهز عصابك او يوترك او يسبب لك نوع من انواع المضايقات ابعد عن الاشخاص اللي بشحنوا بطاقة سلبية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي يعني ممكن قلق على مسألة مالية او دفعات او التزامات اليوم تكون عندك او حسابات هيك تخلق فيها في منكو رح يحصل بعض الاموال ولكن رح تيجي من عمل اضافي او نوع من انواع الهبات او المساعدات او الدعم اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات ممكن تتنقل كثير اليوم او تجري اتصالات كثيرة او في منكو رح يكون له مواضيع زي النقاشات او التسويق فبتكون الامور جيدة ولصالحه اهم شي انكو تنتبهوا اثناء القيادة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت شوي ضاغطة يعني ممكن تسبب لك بعض التوتر او قلق عائلي مثلا او قلق من احد افراد العائلة او على احد افراد العائلة ممكن يكون لك بعض الاشياء المفاجئة اللي تصير في البيت مثل اعطال او اهتمامات مفاجئة بدك تركز بشكل جيد وما تنفعل وبدون عصبية بتحلها اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى البيت العاطفي يعني ممكن يعمل لك بعض التقارب ما بينك وبين الحبيب ولكن في ساعات الصباح وساعات المساء بدك تنتبه من توتر او عصبية او انتقاد لاذع مثلا يستفزك او تصرف ممكن يستفزك من احد الاحبة او تقلق على احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الاجواء تقريبا يعني جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي الها علاقة بالشؤون الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الاجواء الروتينية فما في لا ايجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على طبيعتك يعني علاقتك بالشريك بتكون على طبيعتكم ولكن دير بالك في ساعات ما بعد الظهر ممكن يصير موقف اهم شي انك تمسك اعصابك وما تحتد وما تكبر الامور انصار خلاف اما بالنسبة للبيت الثامن الاموال المشتركة فهو الروتيني ما في ايشي لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع برضو روتيني ما في ايشي لا ايجابي ولا سلبي يعني على مستوى الاموال المشتركة ما في جديد وعلى مستوى الاوراق والمعاملات القانونية او امور الها علاقة بالدراسة والامتحانات برضو روتينية يعني بتقدمها على حسب طبيعتك ولكن اذا عندك امتحانات جامعية بدك تركز بشكل جيد وحاول انك برضو بالمقابل انك يعني ما تعتمد على الحضوض ودرس بشكل منيح اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية ولكن بحذر انا من بعض النقاط السلبية انه دير بالك ما تخالف القوانين في هاي الفترة ما تدخل باشياء مشبوهة حاول انك انت برضو تعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين زملائك ما تعمل نفور او مشاكل او خلافات ما فيه برضو ما تتأخر عن دوامك اثناء على عملك يعني لانه الفترة هاي مش قابلة يعني فيها قابلية انها تشوه سمعتك باي تصرف غلط فحاول انك انت تتفادى هاي الامور اما بالنسبة الى بيت الاصدقاء فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف الاجواء تقريبا يعني بنقول لك انه حاول تنجز الاعمال الضرورية والمهمة حاول انك ما تدخل بخلافات حاول انك انت تراقب غذائك وبرضو خذ قصد كافي من الراحة ممكن تحمل لك الفترة هاي نوع من انواع القلق على احد الاحبة او المعارف برج الميزان تتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني او الاجتماعي ما بيتعاطف او بيتعاون معاك ما تخشى المواجهة او المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح يعني الفترة هاي فيها نوع من انواع القلق او التوتر يعني حاول تصبرها اليوم ان شاء الله الامور بتصير لصالحك وفي دعم اقوى لايلك اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء تقريبا يعني تقريبا منقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الضغط ولكن مش هالضغط الكبير يمكن بدأ يتراكم عليك بعض التعب او الارهاق او القلق من مسألة معينة فعشان هيك الامور بتكون متقلبة عندك خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة بتدعمك على المستوى المالي فممكن تحصل بعض الاموال اللي بتعود لك او ممكن من عمل اضافي او ممكن مستردات او هبات او مساعدات او نوع من انواع الدعم اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا على مستوى الاتصالات نشطة فممكن تكثر عندك الاتصالات خلال هذا اليوم او الاهتمامات بالتنقل او الاهتمامات بامور الها علاقة بالنقاشات او الحوارات اهم اشي انك ما تتأفف وفي نفس اللحظة ما تعصب اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الاجواء بدأت فيها نوع من انواع الاستقرار ولكن تحمل نوع من انواع الضغوط اللي لها علاقة اما انه في مسئولية منزلية او في جراء منزلي او في اعطال تصليحات او مواضيع متشابكة او واجبات عائلية كبيرة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا على المستوى العاطفي يعني روتينيا ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ممكن في ساعات الصباح بس يصيبك نوع من انواع القلق على احد الاحبة او احد الابناء او ممكن تتوتر بسبب موقف معين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات ببعض المعاملات او توقيع معاملة مثلا حاول انك تركز فيها بشكل جيد وتدرسها وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها يعني على مستوى الشراكة روتينية ما فيها اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على طبيعتكم مع بعض بالنسبة للبيت الثامن بالنسبة للاموال المشتركة برضو انا شايف الاجواء الطبيعية يعني ما فيه اي شيء يعني اهتماماتك كزيارة بنك او معاملة اهتمامات دوائر حكومية ادوار مالية مثلا زي ضريبة تأمين امور زي هيك هاي روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع ممكن اليوم تنشط في امور الها علاقة بالاتصالات البعيدة او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او تتلقى اتصالات انت بسبب مناسبة معينة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات زي مشتريات او تسوق عن طريق النت او مثلا او اي شيء لا علاقة بالمؤسسات التعليمية اللي عنده امتحان بس بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ اما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني حافل بالنشاطات او اللقاءات او الزيارات او الدعوات لعلاقاتك مثلا او علاقتك مع اصدقائك اليوم بتكون باوجها اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف الاجواء تقريبا يعني جيدة بتقدر تنجز الاعمال المطلوبة منك وفي نفس اللحظة بتقدر تراقب راحتك وغذائك بشكل جيد ممكن يكون لك بعض الاهتمامات يعني في صحتك او صحت احد الاحباء او المقربين لا اليك برج العقرب طبعا بتنشطوا في الفترة هاي بامور الها علاقة اما بالسفر او التنقلات البعيدة على الشوارع المفتوحة او اتصالات برضو بعيدة اي بكونوا اكثر صبر اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تعيش اجمل اللحظات واكثرها حظا بالفترة هاي تختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك اهم ايش انك ما تقف ساكن وحاول انك تتحرك اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء جيدة بتدعمك على المستوى النفسي صحيح بتحمل بعض القلق ولكن بدأت الامور بالهدوء النسبي فممكن تنشط او تنشحن بطاقة ايجابية خلال هذا اليوم تحاول انك تنجز كثير من المهام اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي ما زالت فيها نوع من انواع الارباك وعندك رغبة او هيك طاقة للصرف النقود او المصاريف او المشتريات حاول انك تسيطر عليها لانه ما في داعي في هذه الفترة في منكو ممكن يحصل بعض الاموال او مستردات او من عمل اضافي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا ضاغطة فعشان هيك بدك تدير بالك اثناء التنقلات واثناء النقاشات والحوارات وما تحاول انك تفرض سلطتك على الاحبة وبرضو بالمقابل انتبه من نقاشاتك لانه ممكن تكون لاذع شوي بالكلام اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت يعني ممكن تعمل نوع من النوع التقارب العائلي او اللقاءات او الحوارات خلال هذا اليوم او مسألة عائلية بتجمعك اليوم او ممكن اهتمامات فيه شؤون منزلية زي ترتيب وصيانة واشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة فممكن اليوم تسهل عليك بعض الامور اللي لها علاقة بالشؤون العاطفية زي تقارب مع الحبيب او تلاقي معاه او ممكن انه يكون اتصال او اهتمام فيه او مشاركة بامر علاقة بامر مفرح ممكن شوي هيك يكون لك بعض الاهتمامات باحد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات برضو في الشؤون الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فهواء جيد جدا بيدعمك على مستوى الشراكي بيعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الحبيب او تلاقي او حل مسألة معينة او اتفاق يعني في نوع من انواع الود ما بينكم ممكن تحمل مصالحة اذا كنتم متخاصمين اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الاجواء تقريبا جيدة على مستوى الاموال المشتركة فبتحمل لك نوع من انواع الايجابية في انجاز بعض المهام او المعاملات ممكن تكون مقدم على قرض او مساعدة اليوم ايه ممكن تحصلها او ممكن انك تحصل بعض الديون اللي الي اليك او بعض الاموال اللي بتعود لك تحاول تسترجعها اما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك العاشر يعني الاجواء جيدة فممكن تعمل نوع من انواع تقارب مع بعض العلاقات او تستغل علاقاتك الاجتماعية في مسألة معينة اهم ايش انك ما تخالف القوانين وما تتأخر عن دوامك حاول تنجز الاعمال المطلوبة منك على اكمل وجه وفي نفس اللحظة ما تحاول انك تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد برضو بيدعمك على مستوى الاصدقاء بيعملك نوع من انواع التقارب ما بينك وبين بعض الاصدقاء ممكن تلاقي او اجتماع او دعوي لحضور مناسبة او حفلة او لمة مثلا لاجواء جيدة اما بالنسبة لابة المتاعب يعني برضو بدك تظلك مراقب صحتك بشكل جيد وفي نفس اللحظة راقب غذائك خذ قصد كافي من الراحة ما ترهق حالك بشكل كبير خلال هذا اليوم ممكن تقلق بشأن احد الاحبة او احد المقربين لا اليك برج القوس بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكي او تعويض اتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الاوضاع لاعادة بعض الامور الى نصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات ما ترفض اي مساعدة من قبل الاخرين ممكن تعالج موضوع مالي او اداري خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها يعني شوي متقلبة على المستوى النفسي يعني ممكن واجبات كثيرة او مسئوليات او متقلب بسبب يعني بعض التوترات متوتر من مسألة معينة بدك تركز بشكل جيد هذا اليوم على اساس انك تمضي بدون انك تأثر على نفسيتك بسلبية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي جيد يعني ممكن تحصل بعض الاموال ممكن تيجي من عمل اضافي او مستردات لالك او بعض الاهتمامات المالية ولكن بالمقابل بدك تدير بالك من المصاريف الزائدة امسك جيبتك او امسك ايدك بمعنى اخر اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء يعني شوي بكون عندك بعض التنقلات والاتصالات والحوارات عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك اليوم ولكن حاول انك ما تعصب وما تنفعل اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الجو روتيني ما في اي شي لا ايجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم في البيت بدون لا حدية ولا مشاكل ولا اي شي الا اذا ظهرت بعض الخلافات البسيطة اللي ممكن تجاوزها اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء جيدة ممكن يكون لك بعض التلاقي ما بينك وبين يعني الاحبة او حبيب او ممكن احد الابناء او يعني الاجواء تقريبا بتدعمك بشكل جيد خلال هذا اليوم فما تسمح للعصبية او توتر انها تأثر عليك او تعمل خلاف ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى الشراكة برضو الاجواء يعني فيها نوع من انواع الايجابية بتعمل نوع من انواع التقارب ولكن برضو بتحمل نوع من انواع التوتر في نفس اللحظة فسهل جدا الاستفزاز ما بين الشركاء او الدخول بمواجهة او تصعيد سلبي ما بينكم ديروا بالكم خصوصا ما بين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع من الاجواء تقريبا منقدر نحكي انها روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اهما يعني اهتماماتك بالدراسة او بمواضيع الها علاقة باوراق قانونية او معاملات كلها تقريبا ايه بتكون روتينية ولكن بالمقابل اذا عندك امتحان بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بتدعم علاقاتك او معارفك وممكن يعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين احد المعارف او دعوي مثلا لمؤتمر لاجتماع ايه ممكن برضو تنجز بعض الاعمال اللي لها علاقة اما يعني لها علاقة بمؤسسات اه كبيرة او ممكن تقديم على طلب لعمل مثلا او مثلا يكون فيه نوع من التعاون ما بينك وبين زميلك او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء ولكن ممكن يكون لك برضو اهتمام بزيارة او عيادة مريض اما في مستشفى او في بيت برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل او العاطفة هاي فترة شوي فيها نوع من انواع التوتر ممكن تتورط في ازمي ما ممكن تضطر للابطاء من مسار الامور او الخطوات او تغيير نمط معين يعني هذا لا بأس فيه اهم شي انك تبعد عن المشاكل وما توجه انتقاد لاحد بالفترة هاي ولا تحاول انك تدخل بصدام ما بينك وبين احد لان الفترة هاي مش لصالحك اما بالنسبة للبيت الاول فانت يعني مشحون بطاقة ايجابية بتساعدك في بعض الامور ايه عندك حيوية عالية وبرضو فيه نوع من انواع الفرح الداخلي موجود عندك اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الاجواء شوي يعني ممكن تحصل فيها بعض الاموال او يجيك نوع من انواع الدعم فيها ولكن انا شايف انه عندك مصاريف او عندك التزامات او يعني بتصرف بدون حساب انتبه لمصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك اليوم على مستوى امور العلاقة بالاتصالات بالحوارات بالتنقلات اهتمام بامور العلاقة بسيارة العلاقة بالهاتف مثلا او بامور العلاقة بالتنقلات بشكل عام برضو عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع اي شخص اليوم بوجهة نظرك ولكن ابعد عن الحدية والعصبية اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الاجواء يعني روتينية ما فيها اي شيء لا ايجابي ولا سلبي انت مسيطرة على الوضع تقريبا في بعض الاهتمامات لا بعض الالتزامات او المستلزمات العائلية حاول تعمل نوع من انواع التقارب ما تعمل تباعد اما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد جدا بيدعمك على مستوى العاطفي على مستوى التقارب مع الاحبة على مستوى التقارب مع الابناء فيه نوع من انواع الانسجام الجيد وبرضو في نفس اللحظة فيه العاطفي الجياشي بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء برضو على مستوى العمل ممكن تنجزوا بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لكم بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكي زي ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن تقريبا الأجواء تحمل نوع من أنواع الحدية فحاول أنك تنتبه ما في داعي أنك أنت تضطرب أو تشحن حالك بطاقة سلبية أنت عطل موضوع إلو علاقة بقرض أو مساعدات مالية أو أمور بنكية أو أمور إلها علاقة بالضريبة بالتأمين يعني شوي وبتمشي الأمور بدون ما تشحن حالك بهالطاقة أو بالعصبية هاي بالنسبة للبيت التاسع برضو جيد على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات أو بالقضايا أو بالأوراق القانونية أو المعاملات كلها هاي تيجي لصالحك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو جيدة على مستوى البيت العاشر يعني بيت السمعة بدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أو يكون لك بعض النشاطات الاجتماعية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايفه روتيني فما فيه لا شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيت المتاعب برضو شايفه روتيني فبتقدر تنجز الأعمال الضرورية والمهمة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بشؤون التغذية أو المطبخ أو أمور إلها علاقة بمراقبة الصحة وبعض الأدوية اللي أنت بتحتاجها برج الدلو بيتراكم العمل عندكم حاول إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم ما تدخلوا في أو ما تدخلوا في مواجهة مع زميل حاذر من تراجع صحي غير الأولويات إذا دعت الحاجة ما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في الأعمال أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي حاول إنك تركز بشكل جيد بدون ما يعني تشحن حالك بطاقة سلبي اشحن حالك بطاقة إيجابية لا تتجاوز هاي الفترة بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء تقريبا جيدة على المستوى الأمور المالية ممكن تحصل بعض الديون لا إلك أو بعض المكاسب خلال هذا اليوم من عمل إضافي أو ممكن مستردات مالية أو اهتمامات ببعض الأمور الحسابية ولكن أهم إشي إنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا على مستوى النقاشات في نوع من أنواع الحدية بطبعك اليوم حاول إنك تمسك عصابك ما في داعي للتوتر والعصبية والحدية يعني اشحن حالك بطاقة إيجابية عشان الأمور ما تتفاقم برضو أثناء تنقلاتك بالسيارة انتبه أثناء القيادة وبرضو في نفس اللحظة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات وأمور لها علاقة بالسيارة أو بالهاتف أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا برضو منقدر نحكي إنها فيها نوع من أنواع الإيجابية تعمل نوع من أنواع التقارب مع أفراد العائلة أو تلاقي في مسألة معينة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في بعض المشتريات أو الالتزامات البيتية ممكن يعني يكون في حدث معين عائلي أو تصرف ممكن يكون إيجابي أو سلبي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء المستوى العاطفي جياشي فأنا شايف عواطفك يعني في أوجها بالفترة هاي حاول إنك أنت تتمالك أعصابك يعني متقلبة في أشخاص رح تكون إيجابية عندهم وفي أشخاص رح تكون عندهم سلبية يعني ممكن إنه يكون خلاف أو قلق على أحد الأحبة أو ممكن يكون في يعني نوع من أنواع التوتر على أحد الأبناء ممكن يعني فاقد علاقة جديدة بتحاول إنك ترجعها أو بتحاول تتقارب أو تعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب بالنسبة للبيت السادس كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة تقريبا الأجواء موروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على طبيعتكم بالنسبة للبيت الثامن يعني على مستوى الأموال المشتركة فيه اهتمامات عالية على مستوى الأمور المالية وخصوصا أمور إلها علاقة بالأموال اللي ما بتعود لك وخصوصا الأموال المشتركة إما أنك بتبحث عن ممول أو عن داعم أو عن قرض معين أو عن أمور إلها علاقة بمستردات مالية أو الاهتمام بتنظيم بعض الحسابات اللي إلها علاقة بالبنوك أو بالضريبة أو بالتأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الحدية إما توتر على شخص خارج البلاد أو قلق أو يعني زعل من شخص خارج البلاد ممكن أنه مثلا تتوتر أثناء اتصلاتك تمفعل بسبب خبر بتجيك من خارج البلاد ممكن تأجيلة السفر هاي مأثرة عليك يعني تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط على البيت التاسع أهم شيء اللي عنده امتحانات جامعية أو مناقشة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظ نهائيا أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء جيدة يعني بتدعمك على مستوى علاقاتك برضو على مستوى زملائك ورؤسائك بالعمل وممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور مثلا مناسبة أو حفلة أو مؤتمر أو ندوة أو تلاقي مع بعض الأشخاص اللي لهم مكانة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف بيت الأصدقاء روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب برضو جيد بيدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو بعض الأمور الطبية مرج الحوت تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يعني هذا اليوم يقدم فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية أو للتعارف أو لأمور إلا علاقة بالتقارب في نوع من أنواع النشاطات المتنوعة خلال هذا اليوم عند قدرة عالية لإستيعاب الأمور أيضا يعني فترة عاطفية قوية جدا حاول أنك أنت تستغلها لأنها فيها برضو بعض الدعم اللي له علاقة بالحضوض ولكن ما تبالغ في حضوضك كثير يعني ولكنها أمور إيجابية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الجو تقريبا إيجابي أنت مشحون بطاقة إيجابية عالية خلال هذا اليوم ممكن تحاول أنك تنطلق أو تتحرك أو تهتم بنفسك زيادة زي لباسك أمور تجميلية تغيير قصة شعر أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي متوترة إما قلق على موضوع أو مسألة مالية أو بتعيد حساباتك من أول وجديد ولكن أهم إشي أنك أنت ما تبالغ بالمشتريات والمصاريف ممكن تحصل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الحركة أو الاتصالات الكثيرة أو التواصل مع أشخاص يعني باتصالات، بنقاشات، حوارات يعني بتكثر عندك الحركة خلال هذا اليوم جهازك العصب يشغل بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي على مستوى البيت مستقرة يعني فيه نوع من أنواع الهدوء ممكن تحمل لك نوع من أنواع التقارب مع أحد أفراد العائلة أو ممكن يكون فيه إشيء لعلاقة بموضوع عائلي أو لمة عائلية أو اجتماع عائلي أو نقاش أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية بإنجاز بعض الأعمال ولكن أنا بتوقع أنه النسبة كبيرة من موليد برج الحوت ممكن اليوم يقصروا في إنجاز بعض أعمالهم أو يتراكم عندهم بعض الأعمال أو يهملوا بعض الأعمال ويأجلوها ليوم ثاني أنا ما بنصح بالتأجيل حاول تنجز أعمالك وما تخليها تتراكم وبرضو إيه إلىك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكي فبعملك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أو ممكن يعني يعمل نوع من أنواع الإيجابية للدعم من علاقتك ما بينك وبين الشريك ممكن تتفقوا على مسائل معينة أو تتقاربوا بمسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة إما مواضيع لها علاقة زي نقاشات بقرض مثلا أو دين أو دعم مالي مثلا أو مسائل لها علاقة بالضريبة بالتأمين يعني بمؤسسات مالية وممكن يكون عندك أنت بعض الالتزامات ولكن في عليك نوع من أنواع المطالبات أهم شيء أنه ما تقرض حد بالفترة هاي بسبب هذا الضغط أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني على مستوى اتصالاتك لبعيدة خارج البلاد أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الأوراق القانونية والمعاملات والأمور هاي كلها روتيني ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن إذا كان عندك امتحان جامعي أو مناقشة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظ فيه أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى يعني علاقاتك الاجتماعية وبرضو على مستوى زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد برضو بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن تلاقي أو مرافقة فيما يرافقوك في مسألة معينة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء برضو جيدة فأنت قادر تحافظ على صحتك أو تراقبها بشكل جيد وفي نفس اللحظة عندك اهتمامات بأمور التغذية أو أمور المكملات الغذائية زي فيتامينات مع عادل أشياء من هذا النوع ممكن تحمل لك بعض القلق على أحد الأحبة أو أحد أفراد العائلة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر